موسيقى من المعلوم أن جامعة بوفكران هي من الجامعات التي تحظى بموقع جغرافي متميز حيث هناك محوار طور وقهام لكي يربط ما بين الأطلس المتوسط وما بين مدينة مكناس ولكن حتى الساعة لم نرى أثار على مستوى التنمية لماذا لا يمكننا أن نجعلهم بوفكران واحد من مدينة التي ربما تشكل واحدة قاطرة التنمية لذلك المنطقة شكرا سيهشام على طرح هذا السؤال في الواقع هذا السؤال هذا سؤال مركب في مجموعة عناصر الإجابات التي تطرحها بطريقة أخرى ولكن كيف لم يكن الحال بوفكران في واحد الوقت كانت مدينة قرية من بعد بوفكران تطورت عبر مراحل وأصبحت الحمد لله الآن مدينة شنو وقع ببوفكران كان في واحد الوقت أنه قبل الولاية الـ 2015-2021 كانت الأغلبية عند الرئيس ولمدة خمس سنين لا يستطيع أن ينزج مشاريع التي تكون دخلها في إطار تنمية أو التي تنمي المنطقة للأسف وكانت لديه الأغلبية المطلقة لم يكن لديها معارضة ولم يكن لديها شخصيا في ذلك الولاية لكي لا يتدرع على أنه كانت معارضة من بعد كتجي المرحلة الولاية الـ 2015-2021 وللأسف الشديد أن الرئيس فقد الأغلبية دياله في مدة وجيزة ديال ما كاملاش سنة وفقدها لأسباب معروفة ديال الاستفراد بالقرارات وأنه بغي سير بوحده ولحال أن المجاليس راها مجاليس يعني مجموعة ديال المستشارين كلهم كي يخصوموا يساهموا في تسير ويساهموا إلى درجة أن الدستور ديال 2011 را أعطى الأولويات تل الشراكة مع المجتمع المدني يعني ماشي غير أن المنتخبين المنتخبين زائد المجتمع المدني والحال أن الرئيس هذا الشي كله قفز عليه وخلى أنه السبب بشي يفقد الأغلبية دياله والحمد لله احنا بالمصداقية ديالنا في وصل المعارضة أنا ذاك شكلنا واحد القطبة ولت الأغلبية مطلقة عندنا وقلنا ودي طيب يعني القانون 113-11 لمنظم الجماعات التورابية قلنا احنا ضروري أن هاد النص وطولينا باش يمكن نجزولهم ولو جزء بسيط من التنمية للمنطقة وبرمجنا ملاعب القرب وبرمجنا آآ النقل المدراسي وبرمجنا آآ سميته سيارات الإسعاف وبرمجنا طرق وبرمجنا آآ سميته المسائل ديال تعليم التعليم باش نعاونوا التعليم ونعاونوا الصحة للأسف أن الرئيس في هاد المرحلة الثانية آآ بلوكا كل شي على اعتبار أنه بما أنه ما ما عندوش الأغلبية ما شي هو لي برمج كي يقولك هذه البرمجة ديال المعارضة ما يمكنش نفدها ولكن تدخل ديال السيد عامي لعملات مكناس يجعل من أنه على الأقل نفد المسائلة ديال زفيت ديال طرق في مدينة ديال نابوف كران بواحد المبلغ ديال ستمية وخمسية مليون ديال سنتيم وتحركات ودك شي ستحسنوه سكون ديال المنطقة والمواطنات والمواطنين كلهم وجات من البعد جات المرحلة التانية في نفس المرحلة الناس من البعد يالله بمجرد ما نفد هذه ديال تبليته واسميته وحاول هو باش يغير الاتفاق اللي كان مع السيد عامي لعملات مكناس وحنا وقفنا ضدك شي وحتى السلطة المحلية زعما بكل سيد قلنا وقفت ضدك تغيير ديال المجريات ديال البرمجة بعد ما بغاش ينفد جات انتخابات يمكن ما بغاش ينفد لأنه كين انتخابات وكيشوف بأنه البراميج كينة في دوائر اللي الناس ماشي معاه ماشي من التيار دياله وكيشوف بأنه يمكن غدا يسيطروا له على المجلس وهدي وجدت المرحلة التالتة المرحلة التالتة اللي هي مرة الانتخابات الاخيرة والحمد لله يعني دبا المجلس نفد تقريب من خمسة ولا ستا ديال المشاريع في ضرف واجهز ديال تلتشهور وهد المشاريع ماشي احنا اللي برمجناها في هدى الولاية لأنه ليكون في علمي كان احتى هدى الاختراح حضيت بجديد تيقة ديال المواطنات والمواطن في الدائرة ديالي وراني عودوا في المجلس للولايات التانية يعني هاد برمجناها كانت في الولايات اللي كان الرئيس ونتمنى لأنه احنا دبا عدنا واحد عدنا دورة ليومة ليومة كانت عدنا دورة راحنا كان نستكملوا الهياكل ديال المجلس وبحول الله غدين نكبو على واحد البرنامج عمل ديال الجماعة وأنا إن شاء الله غتكون عندي كلمة فيها لأنه مع سيد الرئيس ذكرنا شي شوية تبادلنا الأراء ولكن غادي نتنقشو كم جلس كاملين في تشارك مع المجتمع المدني باش يمكن نخرجوا واحد البرنامج اللي يكون قادر على إخراج مدينة بوفكران من الركود والجمود اللي كانت كتعيشوا ونتمنى لخير إن شاء الله مدى عن تأهيل الفضاء ديال واد بوفكران بحيث أن هذا الفضاء الجميل يغري عديد من المواطنين سواء في المدن المزاورة بحل مكناس وفاس وكل مناطق الأطلس المتوسط لقضاء واحد الأوقات ممتعة في هذا الفضاء هذا اللي عنده واحد الحمولة واحد دلالة تاريخية وفي حين أنه مش فيناش شي استيتمارات ولا مبادرات من طرف الجامعة من أجل تأهيل هذا الفضاء شكراً على طرح هذا السؤال هذا سبق لي أنا كتبت مقال على تشيف الفين وسبعة ولا الفين وستة تذكر على واد بوفكران لأن واد بوفكران وما أدرك ما واد بوفكران لأنه قد ذكرنا بالمعركة ديال واحد وجوش شتنبير 1937 وثلاثين وقد ذكرنا أنه ركند واحد ركند واحد صورة واحد لوحة تذكر يرهم ديوره ده بساحة تاريخية ديال مكناس ساحة الهديم على معركة واد بوفكران ضد المستعمير وبوفكران يعني أهابها الله بدك الواد لأنك الماء النات بمعنى الكلمة للأسف الشديد وشنو وقع استنزاف ديال داك الماء من طرف الناس اللي فوق بوفكران كي ديلو محركات باش يجروا الماء الفلاحة وهدو ناس نافدين هذه الزعمال حقيقة أنه ولأنه رات نزفت المياه ديال واد بوفكران وكين مشكي الهيكالي ديال بوفكران أيضا كين دوار ديال ديال جرادة ديال وسعي ايت عليه وحسين اللي احنا رهده باقي مشروع كبير ديال تغيير مشروع ديال الواد باش ما يكون نشفيضانات على دوك الناس المواطنات والمواطنين اللي سكنين تم وأنه باش يسهل علينا احنا الهيكالة في إطار أنه ندير مشاريع لأنه مشي ما كين عندنا أفكار على هاد المسألة ديال ديال نديرو مشاريع على الضفاف ديال الواد ولكن كي خصنا نحيدو بعض العرقي اللي باش عادي يمكن ندوزو من هاد خصنا نوسعو هاد ضفة هاد باش ما تكونش فياضانات باش يمكن تكون عندنا المساحة الكافية باش يديرو مشاريع كانت ديروا واحد الفضاء الحضاري على الواد ولكن للأسف ذاك الفضاء الحضاري كان الرئيس زي ما بيكون لصيد قنه دير جرائم في حق ذاك الفضاء الحضاري لأن ذاك الفضاء الحضاري لم يحسن استغلالو كان السيد اللي كان كي يستغلو واحد الموت دا ما خلاش من البعد عاد جا خلاص وكان خروقات جمهة ما وكانتمنى أن الأمور ندركو هدبا في هاد الولايات دي وكان حاجة أخرى ديال أنه احنا سبق لنا كم جليس في الولايات السابقة طلبنا من السيد عامل عملات مكنيس أنه نديرو الربط ديال الصرف الصحي ديال البوفكران مع الوكالة الوكالة المستقلة توزيع الماء والكهرباء ديال المكناس باش يمكن داك الوادي تنقى ما يمكنش يكون ملوت باش يحتمني كدير قهاوي على الضفاف ديال الواد ولا كدير مسائل طرفيهية السكان ولا السياح لأن دا باكي الاهتمام العالمي بالسياحة الجبلية بالسياحة الإيكولوجية يعني داك الواد خصويت نقى باش يكون 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 صالح للسياحة الإيكولوجية السياحة الإيكولوجية يعني يكون داك المسائلة المستقلة التي توزيع الماء والكهرباء بوف بوف بمكناس أنه مازال هاد المشروع حنا عندنا وكم جليس رابقي غادي نطرحوه للنقاش ويمكن تشاوروا فيه مع السيد عامل عملات بمكناس مع الناس ديال الوكالة يعني المسؤولين في الوكالة القول حل لأن هذا الحل ماشي غايتلقى البوفكران غايتلقى الإقليم كامل العمالة كاملة باش يمكن يكونوا استثمارات في بوفكران وبنيك نقوله ببوفكران رك تكون في العمالة كاملة ماذا عن مشكلة المياه بحيث أن الجامعة ديال بوفكران رغم غيناة ديالها بمصادر المياه إلا أن الملاحظة أن الساكينات الشاكيم الملوحة ديال المياه والأمر ما كيقتصر فقط على الجامعة بوفكران بل يشمل جامعة أخرى داخل العمل ديال المكناس يعني ما زال الناس كيتعاملوا بواحد شكلة اللي هو بيدائي في جلب المياه وكنشوفوا بعض المبادرات من المجاليس ربما لا ترقى للقرن واحد وعشر صحيح هذا مشكل قائم للأسف الشديد ممكنها استتوفر على زعمة مجموعة ديال الموارد وللأسف لم يحسن استغلالها وهذه المسألة ديال الماء الصالح الشرب هو كين بعدها في الجماعة اللي أنا عوضوا فيها وسبق لي في الولايات السابقة في 2016 طرحت هذة النقطة ديال الماء لأن المواطنات والمواطنين بوفكران كيتشكاهم لهذة مسألة ديال الماء الصالح الشرب المدق ديال الماء وفشت طرحت هذة النقطة للأسف الشديد رافعت عليها بقوة مع الإخوان اللي كانوا معي في المعارضة الأغلبية أنا داك إلا أنه للأسف الشديد الرئيس كان يدافع عن المكتب الوطني اللي توزيع الماء للماء الصالح للشرب للماء والكهرباء وكان كيدفع باستيماتة والحال أنه داك المشكل بقي قائم إلى يومنا هذا سمحه الله هو والأغلبية اللي كانت عنده الأقلية لأنها كانت أقلية هذا هو الواقع الواقع الحال وأنا شخصيا كمرشح التشريعيات اللي فاتت في شتنبر الماضي يعني كمرشح تحالف فيدرالية اليسار زرت الجماعات كاملين وقفت على هذة المشكلة مع المواطنات والمواطنين مني كان نتحاوروا معهم النقطة اللولة اللي كانت تطرح هي الماء الصالح للشرب هذة شي تنقشوا معي فيه المواطنات والمواطنين في جماعة عين جماعة تنقشوا معي المواطنات والمواطنين عليه في جماعة وليلي تنقشوا معي بحدة المواطنين في جماعة عين كرمة وقلست معهم وكما لو تنقشوا معهم وقد كانت تدولنا في جماعة الحلول وقد قلت لهم وقد قلت لهم راهي لمشيت حتى ساعدني الحظ وسنتوني راهي ممكن نخدموه على هذة الميل فادة وحتى حالياً أنا مستعد نخدم معهم على هذة الميل فادة ديالما في عين كرما. وكان المشكل في في دخيسة وكان في جماعات آآ وات جديدة. للأسف الشديد انه انا ما عرفش واش الجماعات ما ما عندهاش الامكانيات ولا انه آآ الجماعات ما ما اخدتش بحيدة هاد نقطة هدي هاد مسألة ديالما لما راه مادة حيوية ومادة راه راه ولا الدخل ضمن حقوق الانسان يعني راه راه دولة ولا الجماعات الترابية اللي هي جزء من ادوات انتاع الدولة راه ملزمة باش توفر الماء الصالح للشرب المواطنة والمواطنين